ولكن محمد صلاح هو أسطورة الأساطير زي ما قلت في المقدمة دلوقتي هو الكلام خلص يعني لوحد لما يقعد يفكر يقول ايه على محمد صلاح نقول عليه لعب عظيم؟ نقول عليه لعب أسطورة؟ نقول عليه لعب مجال زيه؟ أكيد يعني الكلام بقى مكرر غزبا عننا ليه بقى الكلام بقى مكرر؟ عشان هو بقى يكرر كل يوم إنجازات وروع وأداء كبير من لاعب كبير بيشرفنا وبيرفع رأسنا ورقبتنا للسماء قدام الدنيا كلها محمد صلاح النهاردة عمل مباراة أسطورية قدام من الشيخ السلام فين بقى؟ في مصرح الأحلام في أولت ترافورد عمل مباراة كبيرة سجل هاتريك سلسية كبيرة سلسية رائعة بيعمل أداء رائع السنة دي محمد صلاح بيقوله كده برة مش طبيعي أهداف بالجملة وأهداف كلها حلوة وأداء مش طبيعي تطور موسم عن موسم بيتطور أكتر من موسم اللي قابله كل ما تقول محمد صلاح هيوقف عند الحد ده تلاقيه بقى أحسن من موسم اللي قابله كل ما تقول محمد صلاح مش هيدي زي الموسم الأول اللي عامله مع لي بربول تلاقي المواسم اللي بعدها أحلى وأحسن بكتير محمد صلاح مدهش في كل شيء أنا عايز أقولكم شوية أرقام لمحمد صلاح بيعملها الموسم ده والمواسم اللي فاتت مجمل أرقام عظيمة وعبقرية ومش طبعية للاعب مصري كبير خلاه لقابتنا للسماء النهاردة بمزاجي غزب عني بمزاج أي حد أو غزب عنه محمد صلاح هو أفضل لاعب في العالم العالم كله بيتكلم جملة واحدة بس محمد صلاح أفضل لاعب في العالم مفيش نقاش مين أفضل من محمد صلاح دلوقتي على وجه الكرة الأرضية الكرة الأرضية اللي فيها دلوقتي أفضل لاعب في العالم هو مصري يا سلام يا سلام على الجمال كنا نحلم أن يبقى عندها لعب أحسن لاعب في الكرة والآن هو أفضل لاعب في العالم خش على الأركان أكثر لاعب أفريقي تسجيلا للأهداف في البرميال ليج ب107 هدف أول لاعب في تاريخ ليفربول أرى لكم من هنا أول لاعب في تاريخ ليفر يسجل هاتريك بملعب أولت لا أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل هاتريك في مانشستر بملعب أولت رافورد أول لاعب في تاريخ ليفر يسجل هاتريك في مانشستر يونيتد بملعب أولت رافورد أول لاعب يسجل هاتريك بملعب أولت رافورد منت تسجيل لونالدو هاتريك مع ريال مدريد عام 2003 أول لاعب في تاريخ ليفر يسجل خلال 10 مباريات متتالية بمختلف البطولات رابع لاعب في تاريخ الدوليات الأوروبية الكبرى تسجيلاً في 10 مباريات متتالية بعد لونالدو وزباتة وليفاندو هاتريك أرقام بالجملة أرقام بالجملة يعني بيوزع علينا أرقام خدوا أرقام خدوا إنجازات خدوا بطولات خدوا أهداف خدوا صناعة أهداف روعة في كل شيء محمد صلاح ودايماً مفرحنا يا أخي الواحد كلما بيشوف محمد صلاح في أي مباراة زمان كنا بنتنشأ على لمسة حلوة من لعب مصري في أوروبا لمسة حلوة دلوقتي بقى بيسجل بالجول والاتنين والتلاتة كل مباراة شبعنا؟ لا مشبعناش عايزين تاني عايزين أهداف تاني وعايزين روعة تاني دايماً مفرحنا